تشرع الولايات المتحدة الأمريكية رسميا في تنفيذ المرحلة الأخيرة من سحب قواتها العسكرية بأفغانستان بعد عشرين عاما من التواجد في الأراضي الأفغانية خطوة تشكل خاتمة حرب طويلة في بلد ما يزال يعاني من تبعات الإرهاب والحروب الداخلية والأزمات الاقتصادية انسحاب أمريكي نئة تفعيل الاتفاق الموقع بين واشنطن وحركة طالبان قبل عام في ظل تحديات لا حصر لها هناك تحديات هائلة وكبيرة وأؤكد أن هذه التحديات سيتم تغلب عليها والعمل يجب أن يتركز على تحقيق السلام من طرف الجميع الشارع الأفغاني يرحب بخطوة الانسحاب الأمريكية التي تفتح الباب أمام الأفغانيين لإدارة شؤون بلادهم السياسية والعسكرية لكن الانسحاب العسكري يطرح في المقابل مخاوف كثيرة إزاء مستقبل البلاد بسبب أجواء عدم الاستقرار التي تخيم على البلاد العنف بلغ ذرواته رغم تواجد القوات الأجنبية في كل يوم نشهد هجمات انتحارية وتفجيرات الرئيس الأمريكي جوبايد ناكد في منتصف شهر أبريل عزمه سحب ما لا يقل عن 2500 جندي أمريكية أملا في إنهاء حرب طال أمدها من جانبها تؤكد حركة طالبان الأفغانية أهمية الإسراع في تنفيذ عملة الانسحاب مبرزة أن ناية أخير يعد بمثابة انتهاك الالتفاق المبرم مع الإدارة الأمريكية طيلة تواجدها في أفغانستان خاضت قوات الجيش الأمريكية معارك ضارية ضد حركة طالبان ومجموعات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة وتشير تقديرات عسكرية إلى مصرع مئات الجنود الأمريكيين وجرح آلاف آخرين إثر هجمات عنيفة ومعاركة امتدت على مدى عشرين عاما اشتركوا في القناة